الرسول صلى الله عليه وسلم لتحذيره لأمته قال اجتنبوا السبع الموبقات الموبقات المهلكات واجتنبوا أي ابتعدوا عن هذه لا تتعاطوا ولا تقتربوا منها أصلا والموبقات كما قلنا المهلكات كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة أي مهلكة بينهم لا يستطيع أحد أن يأتي أحدا فالموبقات هي المهلكات وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات لا يعني أن هذه فقط هي الموبقات لا هناك مهلكات أخرى ولكن هذه ذكرت في حديث واحد جمعت معا وإلا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكا فجاء قال ألا وشادة الزور وقول الزور ألا وشادة الزور وقول الزور ألا وشادة الزور وقول الزور وقلنا أما ذكر لا عقوق الوالدين ولا قول الزور وشادة الزور وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وهذه أيضا غير مذكورة فإذا المهلكات كثر وهي الكبائر بشكل عام وهي أعظم الكبائر حتى الكبائر تتفاوت هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعا من الكبائر وقدم عليها الشرك ودائما الشرك يتقدم لأنه أعظم جريمة كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشعر فكل ما عدى الشرك فهو دون ذلك كل ما عدى الشرك فهو دون ذلك ولذا لما ذكر النبي قال ألا أنبيكم بأكبر الكبائر بدأ بالشرك لما سئل أي الذنب أعظم بدأ بالشرك فالشرك إذن هو أعظم ذنب يقابل به العبد ربه تبارك وتعالى قالوا وما هن يا رسول الله ما هن هذه الموبقات قال الشرك بالله إذن الشرك بالله هو أعظم ذنب وهو أن يجعل لله ندا والعياذ بالله هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى قال والسحر وسيأتي الكلام على السحر مفصلة إن شاء الله تعالى قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس التي حرم الله ما هي النفس التي حرم الله قتلها قال أهل العلم أربعة أنفس أربعة أنفس هي التي حرم الله قتلها والخامسة هي التي أباح الله قتلها إذن عندنا يش خمسة أنفس الآن أربعة أربعة أنفس محرمة ونفس مباحة يجوز قتلها أما الأنفس المحرمة طبعا من البشر الأنفس المحرمة هي أولا المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إذن المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية فالقصد إذن الأول الذي يحرم قتله قتل النفس التي حرم الله المسلم الثاني الذمي وهو الكافر الذي يعيش بين المسلمين سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجلوس هو الصحيح أنه عموم الكفار الذين يعيشون بين المسلمين بأمان هؤلاء قال لهم ذميون والأشهر في الذمي تطلق على اليهود والنصارى لكن الصحيح أنها تصدق على كل كافر يعيش مع المسلمين هذا أيضا دمه حرام معصوم الدم الثالث المعاهد وإذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار العهود هذه التي تكون بين حكام المسلمين مع حكام الكافرين ورؤساء المسلمين مع رؤساء الكافرين هذا بينك وبينه عهد لا يجوز قتله كذلك هذا معصوم الدم الرابع المستأمن الذي دخل بلدنا بأمان حتى لو كان حربيا طالما أننا أمنناه كالرسل مثلا الرسل يعني الذين يرسلونهم الملوك يرسلون رسولا إلى هذا فيخاطئ ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لكن لا تقتل الرسل فهذا يسمى المستأمن وهو الذي دخل بأمان دخل بلاد المسلم بأمان إذن هؤلاء الأربعة معصوم الدم لا يجوز قتلهم المسلم الذم المعاهد المستأمن الخامس وهو الحربي الذي أعلن الحرب على المسلمين بيننا وبينه حرب قائمة فهو أصلا هو مستبيح لدمنا هو يريد قتلنا لأنه بيننا وبينه حرب فكذلك يجوز قتله إذا دخل كالجاسوس الذي يأتي من دولة بيننا وبينه حرب قائمة أو كذا أو هو يهجمون على بلادنا أو كذا هؤلاء دمهم مباح لأنهم أصلا هم مستبحون لدمائنا إذن قوله وقتل النفس التي حرم الله هذا من كبائر الذنوب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا فأنا حججه يوم القيامة إذن لا يجوز قتله طيب إلا بالحق إلا بالحق إذا كان قتله بالحق يجوز قتله لو كان مسلما لو كان ذنبيا لو كان مستأمنا لو كان معاهدا إذن في أحيان حتى هؤلاء الأربعة المعصومون يجوز قتلهم في ماذا أمور كثيرة منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة وكذلك حد الحرابة مفسدون في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض كذلك الجاسوس يجوز قتله ولذلك عمر رضي الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخائن كما وقع من حاط بن أيبلتع فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي عمر أن يقتل حاط بن أيبلتع لأنه أخبر قريشا بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم فقال يا رسول دعني أضرب عنقه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن دمه معصم ولكن قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستثناه لأنه من أهل بدر لا لأنه لا يستحق القتل ومنها من يعمل عمل قوم لوط كذلك هذا مباح الدم فالقصد أن هؤلاء يباحوا قتلهم وغيرهم أيضا ممكن أن في كتب الفقه ممن يباحوا قتله غير هؤلاء كالصائل كالباغي وين طائفة من قتلوا فقاتلوا التي تبغي فأصلحوا بينهما فعن بغت إحدى معنا الأخرى فقاتلوا التي تبغي الخارجون على الإمام وغير ذلك يعني هناك أشياء يجوز فيها قتل هؤلاء إذا يعني جاءوا بما يستحل به دمهم نعم قال وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إذن هذه الثالثة الرابعة قال وأكلوا الربا أكلوا الربا محرم والربا نوعان ربا النسية وربا الفضل والله تبارك وتعالى يقول الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربع الصدقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشأكته إذن أكلوا الربا أيضا من الموبقات سواء أكله أو أعطاه غيره ليأكله يعني سواء كان آكلا أو موكلا ملعون لعن الله آكل الربا وموكله بل وكاتبه الذي لا يستفد شيئا من الربا بل والشاهدين كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يحذر الإنسان من الربا والربا نوعان كما قلنا ربا الفضل ونبا النسيئة وكله محرم وربا النسيئة أشد من ربا الفضل وتفسيره في كتب الفقه قال وأكل مال اليتيم اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ لأن الأب هو الذي ينفق هو الذي يربي هو الذي يعني يعلم كذا أما لا فقد أمه طبعا مسكين لكن لا يقال له يتيم اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ قال له يتيم واليتيم أمرنا الله تبارك الله أن نرعى ماله فقال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ثم قال سبحانه وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا فإذا أكلوا مال اليتيم من السبع الموبقات لأن اليتيم ما عند أحد يدافع عنه ما عند أحد يطالب بحقه لأنه يتيم أبوه غير موجود فيتسلط بعض المجرمين على أموال هؤلاء اليتام فالله يتوعدهم سبحانه وتعالى بهذا الحديث المبارك أنه من السبع الموبقات وفي قول الله تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمْوَالِيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بِطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا أَعَذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُ قال وَاتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْف يوم الزَّحْف يعني عنده يسميه زحفاً لأن الجيوش تزحف بعضها على بعض فالذي يتولى في هذا الوقت أولاً يطمع الكفار في المسلمين ويشجعهم عليهم ويقوي بأسهم على المسلمين يقول هربوا فيتشجعون أكثر ثم يضعف جانب المسلمين وقد يهرب غيرهم إذا رأاهم هربوا وكذا قد يفتحون ثغراً على المسلمين فإذلك صار التولي يوم الزَّحْف من المُّبِقَات إلا إذا كان هذا التولي لسبب إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فهنا يكون هذا تكتيك حربي كما يقال هذا جائز ما في بأس أبداً لكن إذا كان هرباً وفراراً للفرار فإنه من السبع المُّبِقَات قال وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ القذف هو الرمي بالزيناء القذف هو الرمي بالزيناء سواء قذف رجل أو امرأة كله قذف كله من السبع المُّبِقَات لكن قذف المؤمن أشد من قذف المؤمن لأن أثره على المرأة أكثر من أثره على الرجل ثم قذف المرأة يترتب عليه حمل ونسبة ولد إليها وغير ذلك من الأمور فالمسألة أعظم من قذف المؤمنين أو المحصنين من الرجال لكن هذا حرام وهذا حرام ولذلك الله تبارك وتقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ واتفق أهل العلم أن هذا في قذف الرجال أو قذف النساء وقوله قذف المحصنات المحصنات قيل هن العفائف وقيل هن الحرائر العفائف يعني العفيفة وإذا قال الغافلات الغافلات التي لا شأن لهن بالزنا ولا ما يقارب الزنا يعني من أهل الله كما يقال طيب من أهل البيوتات والستر والعفاف وكذا فتكون غافلة عن أمور هذه الدنيا فترمى والعياذ بالله وتقذف بهذه الجريمة قال المؤمنات وطيب وقذف الكافرات أهل من قذف المؤمنات لأن الكافرات لسنا كالمؤمنات في الأحكام بشكل عام ولذلك قذف المؤمنات أشد عقوبة عند الله تبارك ويشد عذابا من قذفك حتى القتل قتل المؤمن أشد من قتل الكافر مع أن هذا حرام وهذا حرام قذف المؤمن حرام وقذف الكافر حرام لكن قذف المؤمن أشد لأن حقها أعظم عند الله تبارك وتعالى نعم